موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهديا الأعزاء سعداء بلقائكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الناس في هذه الأمسية سنحاول أن نستعرض موضوعا ربما لم ينال الوقت الكافي من حيث المناقشة والتداول والتناول الأمر هنا يتعلق بموضوع المرأة والمشاركة السياسية سنحاول من خلال هذا الموضوع أن نعرج على مجموعة من القضايا تتعلق بالمرأة والإعلام المرأة والثقافة المرأة وإقرار مقاربة النوع ثم أخيرا المرأة وإعمال المقتضايا الدستورية المتعلقة بالمناصفة في هذه الأمسية يشارك معنا مجموعة من الفاعلات السياسيات والتي بصموا بشكل قوي على الفعل السياسي داخل هذه الجهة وأيضا على المستوى الوطني في هذه الأمسية تحضر معنا السيدة عيش شدويه عضوة المجلس الوطني الحزب الأصالة والمعاصرة أهلا وسهلا بك سيدتي أهلا وسهلا وأيضا تحضر معنا الآنسة أمينة لغزال عضوة اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية أهلا وسهلا أهلا وسهلا وأيضا يحضر معنا في نفس السياق الآنسة فاطمة بن عاج مستشارة بحزب الاتحاد الدستوري بمدينة العيون أهلا وسهلا بك وأخيرا وليس آخرا تحضر معنا السيدة عضوة الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية السيدة خديجة أبلادي شكرا مرحبا وأسلام بك مرحبا شكرا حقيقة عندما بدأنا الإعداد لهذا الموضوع وجدنا مشكل من حيث أن هؤلاء السيدات والأنسات كنا لديهم الكثير من الانشغالات إلا أنهم أبوا إلا أن يشاركنا في هذه الحلقة لو بدأنا معك السيدة عيشة دوي سنحاول قدر الإمكان الوقوف على واقع المشاركة السياسية للمرأة خاصة في المناطق الصحراوية تقييمك لهذه المشاركة هل هي فعلا مشاركة تليق وزن المرأة في المجتمع الصحراوي أنها لازلت مشاركة خجولة ولا ترقى إلى المنتظر منها الحقيقة أن المشاركة السياسية للمرأة في المناطق الجنوبية للمملكة هي ليست بمنأة عن المشاركة وعن كرونولوجيا المشاركة السياسية للمرأة في باقي الأقاليم المنطقة رغم أن هناك تفاوت بسيط من حيث النسب والتطور ونسبة المشاركة ربما لو تحدثنا عن كرونولوجيا المشاركة بشكل كبير يعني كنشوف بأن من تدابير التي اتخذت من ناحية الدولة خصوصا مع دستور 942 اللي كان يحد على تضميل حقوق السياسية للمرأة كذلك في أوسط السبعينيات كانت الاتفاقية التي صادقة عليها المغرب الخاصة بالحقوق السياسية والتي تميزت في 2008 وأضع اتفاقية المرأة لسنة 1979 والتي انضم إلى المغرب سنة 1993 أكيد أكيد ولكن بالنسبة لسنة 2008 كانت واحدة سنة مفصلية لأن نرفع من خلالها المغرب مجموعة من تحفظات عن بعض المواد اتفاقية القضاء على أشكال تمييز ضد المرأة كل هذا الشيء تعزز في 2011 من أجل تعزيز المساواة والمناصفة فيما يخص الحريات والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية كل هذا تعزز بإحداث هيئة دستورية التي تسمى هيئة المناصفة سنعود إليها بشكل مفصل ننتقل إلى أنيسة أمين الغزال في نفس السياق بطبيعة الحال في نفس السياق كما تفضلت سابقا الأخت عائشة دويهي بذكر على المكتسبات القانونية والدستورية التي شاهدان مشهد سياسي خصوصا فيما يتعلق بوضع المرأة والتشجيع المرأة على المشاركة السياسية ولكن بهذه المكتسبات القانونية والدستورية هل فعلا وصلت المشاركة السياسية للمرأة إلى المستوى الذي نطلع إليه أنا شخصيا أرى على أنه كما حدثت في سؤالك حول المشاركة السياسية في المناطق الجنوبية أنا أرىها جد محتشمة لأن المشاركة السياسية أنا أرىها في المناطق الجنوبية على أن نساء أغلبهم هناك من ناحية المشاركة هما ينخرطنا في المشهد السياسي ولكن ينخرطنا كمصوتات ولسنا كفاعلات هناك نسبة من المشاركة الآن ولكن تبقى ضئيلة مقارنة مع ما حفزه الدستور إذن نحن نسائل اليوم عن سبب ضعف ظهور النساء كفاعلات في المشهد السياسي سنعود باستفادة إلى حديث عن هذه النقطة الأخت فاطمة ابو نهاج أنت حديثة العهد والعمل السياسي وهذه مسألة إيجابية أنك حديثة العهد وتفضلت بالحضور معنا لهذا البلاتو ما هي المحفزات التي دفعتك إلى الانخيارات ومشاركة في العمل السياسي السلام عليكم المحفزات التي دفعتني بأن ننخارط في حزب الاتحاد الدستوري على أن نجبرت فكرة أساسية منطلقة من الواقع وهو التغيير التغيير إلى الأفضل والأحسن هذا هو الذي خلاني على أن ننخارط في الحزب ثانيا على أن ندعم المرأة الصحراوية في انخراطها في الأحزاب وهذا خلاني يزيدني ثقة في النفس على أن نجبرت حزب يضمني له ويشجعني على أن ننخارط في الحزب وتعود عندي كلمة وعندي وجهة نظر وعندي مبدأ وعندي وجود في الحياة مصفة عامة وهذا هو الذي خلاني على أن ندخل الحزب من محاسن الصدف أن تحضر أيضا معدنة قيدومة في العمل السياسي وإنسان لا زالت تتلمس طريقها وهذه مسألة للتبادل وجهات النظر والأعراء وإذن الاستفادة المتبادلات من خلال مشاركتك عن قرب في العمل الميداني داخل مدينة العيون وإذا على المستوى الوطن من خلال تواجدك في مجلس النوب هل بإمكانك تعطينا ولو تقييم مبسط عن مستوى المشاركة أو هل فعلا ترقى إلى المستوى المطلوب بسم الله الرحمن الرحيم أشكر برنامج مع الناس لأن كما تفضلتم في بداية التقديم أن هذا الموضوع المشاركة السياسية للمرأة لم يستوفي حقه في النقاش وفي تبليغ الأفكار وأيضا في التعرف على هؤلاء النخب السياسي النسائي في المنطقة صحيح تحضر معنا أنا اليوم أستبشر خيرا تحضر معنا ضيفات هما عضوات في هيئات مركزية وهذا هو الذي كان يعاب فيما مضى على بعض الأحزاب حين كانت المرأة في الصحراء كانت مجرد عضوة في هذه الأيات اليوم الحمد لله عضوات في اللجنة المركزية عضوة في المجلس الوطني والحمد لله أن أخوات وشابة لديها رغبة جامحة لديها رغبة جامحة أنا أريد أن أشير إلى نقطة نفصلية ومهمة جدا وهي الإرادة السياسية الملكية التي أكدت على المشاركة السياسية للنساء في المغرب كله فبدون إرادة السياسية الملكية لو عولنا على القوانين وعلى المقتدلات الدستورية تفعيلها على أرض الواقع يحتاج إلى جهد جبارة ولكن بفضل الإرادة الملكية والقارئ للخطب الملكية من 1999 يلاحظ أن هناك تنامي وتطور في إدماج وإشراك المرأة في العمل السياسي صحيح هناك فجوة عميقة بين الإرادة السياسية والمضمنة في الخطب الملكية والتوجهات الملكية من أجل إشراك النساء في العمل السياسي وما يزخر به الواقع من أن المرأة لازالت خاصة صرف المناطق الصحراوية هي خزان للأسواق وهناك حراك مدني نساء فعال في السنوات الأخيرة هذا الحراك ينسجم الإرادة الملكية وصحيح من 1962 هذا الدستور الذي نص على مدى المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق جاء دستور 2011 ليعزز هذه الحقوق من خلال تنصيص على هيئة دستورية هي هيئة الإنصاف والمحاربة كل أشكال التمييز قد نقول على أن 2011 زكت هذه الإرادة الملكية التي رفعت السقف عاليا لأن الأحزاب خاصة خارط حقيقة في هذا السقف لرفعته الإرادة الملكية أختم بجملة بسيطة وهي أن تنصيص دستور 2011 على واحد مجموعة من الهيئات تؤكد وتعزز مشاركة سياسية المرأة ينسجم وتطلعاتنا نحن النساء لكي تكون المرأة مساهمة في العمل السياسي مساهمة تليق ومجهوداتها الجبار السيدة عيشة دوي لو قمنا بتشخيص واقعي أين تظهر مكامل الخلل في عدم وضور المرأة بالشكل الذي يليق بها خاصة في مجتمعين الصحراء ويكرم المرأة ويعطيها قيمة إضافية الحقيقة أن مكامل الخلل كثيرة جدا وهو ما ذكرته الأخت والزميلة خديجة أبلادي حول أن هناك فجوة بين الإرادة السياسية العلوى العليا بين الإرادة السياسية للنساء وبين التداربير والإجراءات المتخذة من ناحية هناك طبعا أن نحن الأيوم ربما نتحدث في آخر مكتسبات من خلال دستور 2011 اللي اعطى واحد صلاحية كبيرة لرئاس الحكومة اللي اعطى جاء بمقتضاية جميلة جدا وطموحة ولكن للأسف لم تجد أرض الواقع لتنزيلها بالشكل الحقيقي كل هذه الأمور هي تؤثر سلبا على تحقيق المناصفة للأسف أيضا أننا لم نصل إلى المناصفة ولكن فعلا كان هناك واحد الوتيرة متصاعدة للمشاركة النسائية ابتداء من 1993 اللي شهدت أول نائبتين برناماليتين مرورا ب2009 كذلك 2011 كانت هناك بروز للمرأة في العمل السياسي من خلال مجال المؤسسات المنتخبة من خلال التشريعات ولكن للأسف كنشجل الكثير من هزالة الحصيل ديال المشاركة داخل الغرفة الثانية والغرفة المستشارين كل هذه الأمور كتأثر سلبا فعلا على المشاركة السياسية اللي مرقتش المناصفة للأسف رغم جميع التدابير والتشريعات المتخضة أيضا هناك أسباب أخرى لربما ترتبط بالتنشيئة الاجتماعية ولكن ندخلها الثقافة السوسيو الثقافة السوسيو السوسيو اجتماعية مرتبطة بالثقافة الذكورية بأشياء أخرى مرتبطة بوضعتنا لا بالوضعية هنا بالمناطق الجنوبية ولا كذلك لكتعاني منها النساء في باقي المناطق المملكة هناك أيضا ربما لو تحدثنا نتحدث عن الإجراءات المتخذة وعن هيئة الإنصاف المناصف ومقاحب المهم ضروري نتحدث عن المنجزات التي كنا نطمحهم من خلال أو من خلال برنامج إكرام أيضا الأنسة أمينة الغزال سيدة عيشة دويت ذكرت أن هناك معوقات سوسيو ثقافية اقتصادية اجتماعية تحول دون انخراط فعلي وفعال المرأة لو تحدثي بأكثر تفصيل في هذه النقطة بالذات بطبيعة الحال كما قلت سابقا في التقديم على أن الترسان القانوني والانخراطات التي قام بها المغرب في مجال مكافحة كافة أشكال تمييز بين المرأة والراجل والتشجيع على المساواة وإجراءات التمييز الإيجابي التي حفزت المشاركة النسائية مع أنها تبقى دائما نسبة ما حققته يبقى ضعيفا على الصعيد الوطني نحن نطمح بهذا الأمور التي وصلنا بهذه القوانين وبالتعديل القوانين بملأمة القوانين الداخلية للأحزاب مع دستور 2011 وجميع القوانين لنصت على أن ضرورة إحداث هيئة للمناصفة أو لجنة للمناصفة للأحزاب السياسية والمساواة إذن هناك انخراط للأحزاب السياسية ونحن مثلا في حزب تقدم والاشتراكية على ضوء ملأمة القوانين الداخلية مع مقتضاية الدستور تم تأسيس منتدى المناصفة والمساواة وكانت تزامنا مع ذكرى ثامنة مارس اليوم العالمي للمرأة الهدف في إطار تحضير المناصفة والمساواة في حزب تقدم والاشتراكية وقفنا على تشخيص واقع المشاركة سواء السياسية المشاركة السياسية للمرأة ما هي من الخلاصات التي خرجتم بها من هذا التشخيص؟ فعلا ومن أهم الخلاصات التي خرجنا فيها على أن المرأة أولا في المشاركة السياسية هناك ضعف يعني إلا لاحظنا على أن نسبة مثلا سيدات النائبات في البرلمان لا تتعدى 17% في الحكومة أضعف يعني 6 وزيرات من مجموعة 39 وزير هذا يسائلك يا سيدة بلدن في المجالس الجماعية في المجالس الجماعية للصعيد الوطني على الصعيد الوطني نجد على أن نسبة المستشارات الجماعية تتعدى 2% و3% في الجهة ومثلا أخذنا مثلا جهات العيون بوجدور ساقية الحمرة مثلا نجد على أن لدينا من 193 مستشار في الجامعة حضرنا نجد في مستشار جماعي نجد 35 نساء يعني بلدية العيون نجد النساء التي تتعدى 15% في طرفايا 10% بوجدور مثلا عشرة يعني وهذه النساء كيف تمت يعني ما هي الطريقة التي وصلنا بها طبيعة الحمبي عن طريق اللائحة التي تم إحداثها عقب انتخابات 2009 تسعى اللائحة الإضافية مع أنني لا أحب بدون أسميها اللائحة الإضافية لأن المرأة ليست إضافة إذن كما قلت يعني بالعودة إلى التشخيص الذي وصلنا علىها لأن المشكلة على أن في المشاركة السياسية للمرأة ليس القوانين يعني إحنا من خارطنا يعني سقف الانخراط والانخراط من معاهدات الدولية والدستور هناك أساليب موضوعية وأساليب ذاتية أتمنى أن نتطرق على هذا التقصير الآن نساء فاطمة بنعاش أنت تشتغلين عن قرب المجتمع تشتغلين عن قرب مع النساء ما هي أهم الاستنتاجات التي خرجت بها والتي تقول أن النساء لا يشاركنا بالشكل الكافي الاستنتاجات التي أنا مرأت منها من خلال تجربتي التي عندي مع النساء عندهم سبب الخجل خجل مزيدا كيف يمليحة سانة ودقوقع على الذات ودقوقع على ذواتهم وتقاليد وتحكم الرجل في المرأة الصحراوية بالأخص سيادة الثقافة الذكورية ذكورية على أنها ما تخطى بيتها بيتها هي مملكتها مع أنها تتحكم في مملكتها تتحكم في أمورها السياسية و أمورها الاقتصادية ربته كونت الرجل حتى كان في القيادة بطبيعة الحال يعني هي كونت رجل يحميها ويدعمها جبرتها لأنه هو الذي يحبطها معنويا وهذا ما هو جائز مع أنه السيدة أبلادي هناك ستردنا على الأنيسة وأيضا هذه الأرقام أنا نتكلم عن خصوصا هذه الأرقام تسائلكم تسائلكنا وتسائلكم كحكومة تقودون المغرفة في هذا الفترة نحن بمثبتنا أنا بشي معدواء صريحة أنا الهاجس الكمي أنا ضد الهاجس الكمي العددي أن اليوم بغينا نساء في مجالس منتخب بغينا نساء في البرلمان صحيح تقدم الحاصي اليوم رهي أعزاء إلى القوانين الانتخابية اللعبات إجراء الكوطر وهو صحيح إجراء مرحل من أجل محاربة العقلية الضكورية من أجل يعني إشراك المرأة في العمل السياسي لكن اليوم كان واحد الأرقام اللي هي لا يجب أن تكون يعني واحد الأرقام اللي هي صراحة تنكر الفرق اللي حاصل من بين ما قبل 2011 اليوم الحمد لله كان واحد تمثيل في الست وزيرات الحمد لله كان واحد أزيد مستين سيدنا هذه التمثيل آتت بعد تعديل الحكومة أو الحكومة الثانية نحن اليوم عدنا تحتيل حاصل اليوم نتكلم عن أعضاء الحكومة من النساء عدد مقدر يحسب له قيمته وله إضافته وزير واحد تمثل ثلاث جهات من الصحراء هذا الأمر لا يسائلكم بالعكس هذا بالنسبة للطخر أنه تم تعيين سيدة ومن الأقاليم الصحراوية وهذه وهي الحمد لله عينت بكفاءتها وعينت هذا الأمر لا يجد لأننا نعطيكم لكن لحيث العدد عددهن واحدة أظن هذا العدد قلي جدا أنا أظن أظن أنه إجراء يستحق الفخر ويستحق لأن السيدة مباركة بعيدة عينت لكفاءتها وقدرتها السياسية وليوم تشهد لها واحد مجموعة من الأمالها التي هي شاهدة عليها الرهان اليوم على الكفاءة على المصداقية وعلى النوع بمعنى أننا اليوم هدفنا إضافة نوعية إضافة نوعية وليس إضافة كمية عددية والأسف نقولكم أكبر المعاقات التي نعانيها في المشاركة السياسية للنساء هي الكم العددي لا نريد كما عدديا صحيح عندنا نساء في المجالس المنتخبة على مستوى ولكن نحتاج لماذا أشرت إلى الأرقام أنا لا أختلف معك أشرت إلى الأرقام لأنني أنا دائما أتفق معك لأن المهم عندنا هو الكيف وعلى أن المرأة عندما تصل إلى مركز القرار أو تكون فاعلة سياسية أن تكون لها إضافة على المشهد السياسي ولكن لماذا تحددت عن الأرقام والأرقام أعتبرها هزيلة لماذا؟ لأن لأن أنا أرى على أننا عندما نقول لماذا نشجع المشاركة السياسية للمرأة المرأة نصف المجتمع لأن أقول لماذا المرأة تشكل أكبر من 50% في المجتمع ونسبة وصولها إلى القرار التي تعدى 2% يعني بحل كنقصوم نصف من المجتمع من اتخاذ القرار والمشاركة لا يمكن أن يختلف إثنان خاصة أننا النشاء أن العدد هزيل العدد هزيل ونطمح نزيد إلى مزيد من إشراك المرأة في العمل السياسي وهذا هو وفي القرار السياسي أنا نعطيك لا أنا سمحولي ما أعطيتني فرصة المكلام نحن نتكلم عن حق الانتخاب وحق الترشح وحق تولي المناصب العليون وطبعا الحكومة تبنت خطة حكومية هي خطة إكرام من أجل إدراج أو تحسين تمثيلية المرأة أو من أجل أيضا توليها مناصب العليون بالنسبة نحن نتكلم على الأعداد أنا أتفق معك لأنه اليوم لا يفرحون هذا العدد الذي يمثل النساء في المجالس المنتخبة وفي البرلمان وغيرها من المؤسسات ولكن نطمح إلى الكيف لا الكم لأن هذه الجواب التي أريد أن نقولها من أكبر المعيقات التي لدينا أنه اليوم الأحزاب لن أعمم تعمل على ضخ ولكن المرأة خاصة في الصحراء لو لا الكم لا تصل إلى رئاسة حكومة لا ضخ واحد مجموعة من نساء من ناحية أنا لا أعمم ولكن كنتكلم على الأدوار الحقيقية للنساء من ناحية الفاعلية نعطيك نموذجهم للصحراء الحمد لله ونختلف مع الوقت أنها لعندها مكانتها الخاصة في الأسرة هي دبرت العائلة ودبرت الأسرة ودبرت التدبير الاقتصادي والسياسي ودبرت أيضا وكان لها صوت وسط القبيلة فهذا التدبير أهلها لكي تكون أيضا مدبرة في حزبها ومدبرة في مجالسها المنتخبة الذي أعيبه على بعض الأحزاب هو أن تنظر إليه مجرد دكور وهذا ما نقوله ما نحش ممنوع يعني أن المرأة تؤثث المشهد السياسي تؤثث المشهد السياسي طبعا لن نبخس أدوار بعض النساء في بعض المجالس وهي أدوار طلائية ومهمة ومعانا الحمد لله حتى جارب حية في الواقع ولكن نظرة العامة لدى العقلية الذكورية أن أنت جئت لبرلمان جئت للمجالس هذا كبارة هذه والهدف العام ولكن ما هي أقصى ما يمكن أن تصرنا إليه ولكن هل أنا كرجل أؤمن بدورك أنت كسيدة نائبة برلمانية وكعضف مجلس جماعي ولا كعضف مجلس متخف لا زالت هذه النظرة قاصرة تجاه النساء في العمل السياسي أختم فقط بنقطة مهمة جدا أنا فعلا لهذه النساء لا ترضينا جميعا لكن نراهي اليوم على أن تؤطي إلى الأحزاب نخبها النسائية تأطيرا يليق بالمردودية لخاصة النساء تعودوا خاصة في الصحراوي اليوم الحمد لله التواصل السياسي عند المرأة الصحراوية لا يجادل فيه أحد وتفوقت فيه على نساء سياسيات في شمال مملكة سيد ربما عندي تساؤل ضيح اللي كي يصد بنفس الإطار سأعطيك الكلمة التي تعطيت تساؤل وتعطي الرد ذكرت برنامجي كرام أنتم ربما في الحزب لديكم مؤاخذات على هذا البرنامج لكن أيضا مؤاخذات على العدد وعدد المشاركة النساء وأيضا لديك سؤال لتطرحيه في آخر كلمتك أكيد ربما السؤال كي يصبح في نفس النقطة اللي كنت بغى ندخل فيها وهو فتح المجال نقاش أوسع من السر اللي ذكرته للأخت والزميلة أبلادي هو حول العدد نحن لا نختلف طبعا حول الكفاءات لدى المرأة خصوص المرأة اللي وجدت العمل السياسي هذا لا نختلف نحوه ولكن الكام أيضا جيد مهم في حال تنزعنا القناع عن الكيف يعني إحنا كنا متوخين كان هنا نعمل الحذر لأن بعد الإعلان عن الحكومة عن الحكومة أو التشكيلة الأولى للحكومة الحالية كنا تفاجئنا بتمثيلية واحدة للنساء في أن هناك صلاحية كبرى اللي كفلها الدستور 2011 لرئيس الحكومة مقارنة مع حكومة عباس الفاسل اللي في 1996 كان فيها سبع وزيرات هذا أول شيء ورغم ذلك كان واحد تدارك اللي استرجعنا معها الأنثاث هذا التدارك تم تعيين تخصيص ستة مقاعد وزارية ثناء جوج وزيرات بإضافة لأربع وزيرات متدبات ولكن لو لاحظنا الارتفاع بنسبة الوزراء بحد ذاتهم تبقى النسبة جد متواضعة يعني حتى هذه المقاعد ليست كافية بنسبة لنا وجد هزيلة فعلا برنامج كنا متخوفين كنا متخوفين يعني مع صعود الحزب الحاكم والتحالف الحكومي كنا متخوفين لأنه كان هو أول من عارض الخطة الوطنية لإدماج المرأة التنمية أثناء حكومة تناوب حكومة عبد الرحمن يوسفي وكنا متخوفين ولكن الحمد لله فرحنا من خلال تبني برنامج أو خطة إكرام في أفق 2012-2016 ولكن نحن كنت سأل أي أثر لهذه الخطة لحد الآن ما هو أثرها نظرا أيضا بالإضافة إلى العراق الكبيرة والتي كنت سأل عليها من مجموعة المجمعيات المجتمع المدني المؤسسات الدولة حول أيضا مصار هيئة المناصفة ومحاربة أشكال تسميز كل هذه تبقى على متفهام كبيرة جدا والتي تعرقل حتى المشاركة السياسية للمرأة إضافة إلى المشاكل خاصة حتى بالمجتمع وخاصة بعقلية الذكورية وأشياء أخرى الإرهاصات التي تعيشت من خلال التنشيئة الإجتماعية شكرا سيدة عائشة أنا سامينة الغزال لو انتقلنا إلى حق القريب جدا هو حق المرأة والإعلام والمرأة وتكريس مقاربة النور هل فعلا هناك تكريس هذا المقاربة في المشهد الإعلامي المغريب بالطبيعة الحال لأنك انتقلنا من السياسة إلى الإعلام ولكن أنا دائما أظن على أن المجهود هنا نسائل السياسة الإعلامية للحكومة هل فعلا المرأة حاضرة ومتواجدة بالشكل الكافي الذي يمكنها أن تبلغ صورتها أما حضورها محتشم هو الحضور حقيقة في وسائل الإعلام والذي نحن أيضا نأخذه على وسائل الإعلام وهذا ودائما حضور موسمي كأن قضايا المرأة لديها موسم معين يجب أن تطرح فيه يعني إما التزامن مع اليوم العالمي المرأة أو اليوم الوطني المرأة أو التزامن مع مشاريع قوانين أو هذا كالحديث الآن هي العليا المناصفة فعلا كالحديث يعني دائما على أن التطرق المواضع المرأة أو المساواة كما قلت هي موسمية حتى في مجال الإعلام يعني في البرامج هذا مع أنه على أننا نسائل هنا الإعلام وطلبوا منه أن يلعب دور رائد في مجال نشر ثقافة المساواة لأنه لدينا قوانين متطورة إلى حد ما ونطمح إلى التحسين والجودة في القوانين التنظيمية لكن ينقصها الأجراء على المستوى والأجراء دائما مرتبطة بالثقافة ومرتبطة بالعقلية الذكورية التي تسود المجتمع والعقلية الذكورية دائما خصوصا في المجال السياسي المجال السياسي دائما إلى زمن قارب كانت المرأة يصعب عليها الولوج إلى الممارسة السياسية لأن دائما الفكرة التي كانت عندنا دائما سياسة يعني الاعتقال يعني مجموعة من المتابعات يعني كيف المرأة تشجر المسألة الثانية من داخل المؤسسات سواء الحزبية أو هذا نجد على أن المرأة دائما يشجع الرجل ولكن كظل الرجل لا يرى في المرأة أن تكون قيادية وبدليل على أن اليوم تجربة المغرب من خارط في المصار التقدمي والحداثي منذ سنوات وهذا ولا زن لا زن لا نجد مثلا سيدات أمينات عامات في الأحزاب أو رؤساء يعني بالتجربة تجربة واحدة يعني أتمنى على أن التجربة تكون معمامة اليوم يبقى دائما على أن المرأة من تدخل السياسة رماه بفضل الرجل يعني بالنسبة للمشاركة في اللوائح اللوائح الوطنية أو اللوائح دائما بحال مسألة التي هي ثانوية أو مسألة لتأثيث المشهد اليوم سننظر إلى الكفاءات وأنا متأكدة على أن الحق السياسي في المغرب غني بالكفاءات والتي يمكن تعطي أكثر وتساهم ولو في جودة وتحسين الخطاب السياسي الذي أصبحنا نعاني من رضاءاته وسوف يساهم في عزوف النساء أكثر عن السياسة لكن للأنيسة فاطمة وابو نعج الإخوة يحملون الحكومة ويحملون الفاعلين السياسيين الآخرين المسؤولين عن هذا العزوف أو عن هذا التراجع وارتخاف في دول الله خاصة في الممارسة السياسية أنت من أين بدأت هذا العمل هل كان عندك إحساس أنك محاربة من مجتمع محاربة من عقليات محاربة من محيط ليمنعك أنك تلجي لهذا العمل السياسي طبيعة الحال أنا كنت جابرتها الحقيقة غير تحديت أنا ذلك العقلية وتحدي ذلك الصعوبات كاملة على أني فرطت عزيمتي وفرطت رأيي على أني أنا إنسان بغي حتى نحقق أهدافي باش لنحققها إلما عدت حتى أنا في حزب نعود نناقش فيه ونفرض فيه رأيي ونطيف فيها نطيف فيها وجهة نظر وإقتراحات وإقتراحات وندعم أما الأخواتي الثانيات اللي بغات يدخلوا والله اللي منهم مجر أما اللي إعلنها تدخل ذا الحزب نشرح لها ونبسط لهالأمور يعني ما نطرح لها أمور مبهمة على أنها السياسة رأي خاصة لب الرجل حرب ياسر من المشاكل فيها بالعكس السياسة يعني هي سياسة يعني أرقاج يتحكم بعقلية وفعلي يحسب لك أنك لم تتم سنة على خراطك عندك جرى عندك ثيقة أنك تواجه الجمهور هذه مسألة حقا نشجحكم ومسألة يجابي جدا ننتقل الأستاذة خديجة الحقيقة يحملنا الحكومة الكثير من المسؤولية عن هذا الأمر لديكم فرصة ثمينة من خلال أجرعة فصول الفصل التاسع عشر من دستور والفصل نيويور نقول رد الاعتبار لعمل المرأة أنا لا بد أن أطرح سؤال ما هو الهدف أصلا من المشاركة السياسية للمرأة هل هو طرف أم هو مجرد نقاش موضع الهاجس الذي لدينا في المشاركة السياسية للنساء خاصة في الصحراء هو أن تكون المرأة فاعل سياسي مساهم في التنمية مساهم بالاقتراحات قوة اقتراحية حقيقية لأن هذا تريد تغيير طبيعة عندها نفس قيادي نفس المشاركة والتفاعل هذا من جهة من جهة أخرى نحن في حزب العدالة والتنمية الأساس في العلاقة بالرجل والمرأة خاصة في العمل السياسي هو التكامل ما معنى التكامل بمعنى نحن أدوار الهاجس التي لدينا هي المصلحة العامة المصلحة أنه قد مشي المواطن فبالتالي اليوم تعاون الرجل والمرأة ليست قضية قضية صراع أو قضية إذن والقضية هي قضية الكفاءة على مستوى الديمقراطية الداخلية اليوم ما يعاب ما يعاب علينا كحزاب سياسية هي ما هي الطريقة التي تنتخب في هؤلاء النساء على مستوى الهائيات على مستوى التزكية منح التزكية هل كرستم هذا الأمر ما تطلبه المرأة في السحرة هل كرستم هذا الأمر قطعا أكيد أنا كنت جئت إلى البرلمان عبر مراحل مسترية دقيقة جدا فيها معايير الفاعلية الميدانية فيها معايير إلى حد دينما الكفاءة العلمية فيها معايير هذه التي سطلبه النساء في الصحر بغاو وحد طرق اللي هي ديمقراطية باش تبرز النساء تحدثت عن ديمقراطية لماذا نشق مجموعة من الشباب مؤخرة من الشبيبات العدل والتنمية عن الحزب هل هو نتيجة غياب ديمقراطية داخلية أمو الأمر يتعلق مع أمو أخرى بالنسبة لنا هذا سؤال هذا الجانبي ولكن لا بد أن أجب بالنسبة لنا في عدل والتنمية الرأي حر والقرار ملزم إذن أنت استخترت وجهة أخرى أنت حر لا يمكن أن صادر رأي الشباب صحيح بصرح يعني صحيح نحن باقي في أنه مثلا أنه هذه الشباب من خيرة الشباب تدرجوا بشكل ولكن بالنسبة إليهم هذا اختيارهم الشخصي هذا اختيارهم الشخصي ولكن بالنسبة إلينا العدد كان مضخم جدا وأيضا كان بالنسبة لنا أيضا بالنسبة لنا العدل والتنمية صحيح لا توزع المناصب والمتيازات ولأجل هذه الديمقراطية الداخلية ربما البعض رأى أن الوصول إلى بعض الأمور الشخصية بعيد ملان فاختار ربما أجهزة أخرى ستوفر هذا المجال بطرق سهلة وبطرق التي يمكن أن لا تكون فيها الديمقراطية الداخلية وهذا الذي أريد أن أشركه في قضية النساء اليوم النساء في الصحراء بغض الديمقراطية الداخل في أحزابهم باشتعود هذا المرأة الكفأة هذا المرأة الفاعلة ميدانيا تعد هي التي على رأس الوائح وهي التي تشرك في مجالس المنتخبة وهي التي سيرشح ترشح لها كما تكلمت عن حق الترشح وحق الانتخاب هذا لا يمكن أن يصادره أحد من النساء أرجع إلى الخطة الحكومية إكرام الخطة الحكومية إكرام من ثماني بنود جاءت في هذه الخطة وهي تحسين تمثيلية المرأة في مراكز القرار اليوم الناظر إلى الوضع والمشهد السياسي والوضع في المغرب تعين أول والية سيدة بكفاءتها واجدارتها وأبانت عن فاعليتها الحقيقية أيضا عينت عميذات كليات عينت عاملات في بعض المناطق عينت واحد مجموعة من نساء من أجل الكفاءة والعلمية والسيد رئيس حكومك يقول لك لأن المرأة أكثر نزاهة وأكثر فاعلية وأكثر يعني أقل فسادا في العمل السياسي والإداري أنا أفضل أن تشتغل النساء لم يكافئها على هذه دعني دعني لم يكافئها بحيث المناصب دافعت عنها كفاءتها لم يكافئها على هذه الكفاءة والمرأة لا تنتظر صدقة أو مكافأة هادية هؤلاء النساء اللواتي تبوأنا اليوم حدنا الحمد لله نحن في العيون عندنا منذوبات في قطاعات معينة رئيسات مصالح خارجية دافعت عنهن كفاءتهن وحضورهن الميدان وأيضا مصداقيتهن فهذا الأمر هو الذي نريد أن نراه في النساء فأختم بقضية مهمة أيضا وهي أن القواني الانتخابية والتدابع الحكومية سعت خاصة ما بعد 2011 إلى تحسين صورة المرأة أرجع إلى الإعلام المرأة اليوم في الإعلام ونتكلم عن قناة العجيهوية لا بد أن تشتت النظرة لتعتعرف وتنبش في قدرات النساء لا نريد أن تتكرر نفس الوجوه لا نريد أن تتكرر نفس الهيئات نريد أن تنظر قناة العجيهوية ومنها الإعلام الوطني إلى النساء اللواتي ساهمنا نحن عندنا مستشارة جماعية في الفقرة يشتغلنا بحطارقة وهي غريبة وعجيبة جدا هذا الإعلام لا يسلط أضواءه عليها الباب مفتوح وحمي كلمة السؤولية الباب مفتوح عندي غات سوصية بسيطة جدا من أجل أن يحضروا هذا الطلطون إن شاء الله الأحزاب الملقى على عاتقها أن تهيئ هؤلاء النساء أن تؤطرهن أن تكونهن أن تسعى من أجل إبراز قدراتهن الحقيقية لأن المرأة في العمل السياسي قدراتها عجيبة وتساهم في التنمية وتساهم باقتراحات مهمة جدا تنسجم والمقتضايات الدستورية تنسجم والإرادة السياسية الملكية من أجل تبول المرأة سيدة عيشة دوين أنتم في حزب الأصار للمعاصر عندما ظهر هذا الحزب ثار جد الكبير لأنه ضم شتات من اليسار شتات من الحزاب المحسوبة كانت على الوساط أو على اليمين هل هذا الحزب من خلال هذه التوليفة من مجموعة من الفاعلين السياسيين الذين لديهم تراكم من حيث الممارسة هل ستطاع أن يعطي قيمة ويعطي اعتبار للمرأة في عملها الميداني سواء كان مدنيا أو سياسيا أمن أمر العكس ذلك أكيد ربما أختلف معك في المصطلح الذي قلت عن تجميع الحزب لمجموعة من الشتات ربما أنا أرأ بأنها المصطلح الأقرب هو فوسيفساء مختلفة من جميع الأنواع والأطياف وأنا أفخر بالنساء اللي أبواتي التقيتهن رغم اختلاف يعني طفيف في حيث الأوديولوجيات وكل شيء ولكن هذا يحيلنا على توازن كل كيف من خلال هذه الأفكار من خلال توجهات الأوديولوجية المختلفة أكيد أكيد كيف ستطع أن تقدموا توليفة أوديولوجية تقنعون بها النساء لانضمام لانخراطهن في مشروعكم الحزبي دائما نقول أن الاختلاف أو المنافسة الشريفة والد الجودة وأيضا الاختلاف يحيلنا يعني كان هناك منافسة شريفة كان هناك تحيلنا على البحث دائما عن توازن ليحفظ الإيديولوجية الحزبية والتي يعطي واحدة هوية جديدة للإيديولوجيا الحزب رغم اختلاف المشارب والإيديولوجيات فعلا أن هناك اختلاف كبير ولكن الحزب الأصال والمعاصرة يتميز واحد الحركة النسائية اللي عندها الوزن كبير جدا وتأكدوا بأن مكامل خلل في عدم إحداث المنصفة من بين الأسباب الرئيسية هو أن كون العدد المنتميات للحركة اليساري النسائي قليل جدا لو كان ضمن التمثيل النسائية لو كان عددهن مرتفع لأنهم الحق المنجزات الأكثر المنجزات للحركة النسائية والمناصفة من أجل المناصفة لو كان عددهن على الأقل أكثر من نصف أو يبارح النصف لكانت هناك منجزات أكثر من تدابر بحداتها التي أتخذت من أجل المناصفة كالإصلاح حول المثاق 2009 كخلق دوائر انتخابية جديدة كإشراك هيئات المجتمع المدني في المخطط التنموية كل هذه التدابير كانت جيدة وكتسعى الواحد الهدف نبيل جدا هو إحداث المناصفة للأسف ما قدرش تتحققها ولكن أنا متأكدة أن لو كانت تمثيلية نسائية لليسار كانت واحدة تمثيلية كبيرة أكثر من الحد الذي هو داخل تمثيلية نسائية في المشاركة السياسية كانت نتيجة ربما أيضا أقول ربما هناك فعلا نقطة تسجل لكي من بعد ولكن عندي الملاحظة المهمة جدا بأن هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال تمييز ما زال كانت تعاني مشاكل كثيرة والتي ظهرت مؤخرا من خلال البيان التي تقدم المشتركة بين المجتمع المدني والمؤسسات الأعلى أن كنتمنى بأن هذه هيئة المناصفة يجب أن تستحضر الروح ومنطق الدستور 2011 وتحاول مراجعات المختضايا أولا تأخذ بعين الاعتبار تستوعب جميع الأراء والمخترحات من المؤسسات الوطنية ومن الجمعيات في هذا الإطار ثالثا يجب عليها مراعاة الالتزامات والمجازات التي حققها المغرب في تفاعله مع حقوق الإنسان وحقوق المرأة بشكل خاص انتقل الأستاذ أمينة الغزال تحدثت الأخت عيش عن الحركة النسائية والأغلب الجميع في المغرب يعلم أن الحركة النسائية خرجت من رحم اليسار وأنتم قدتم من خلال وزير السابق ضمن السعدي موضوع الخطة الوطنية للمرأة الآن نلاحظ أن هناك كيماش أو نوع من التراخي للحركة النسائية خاصة في تأثير على السياسة العامة المتعلقة بالمرأة أرد على سؤالك أولا تاريخ حزب تقدم الشراكة في الدفاع عن قضايا المرأة فهو تاريخ معروف منذ الأزل لأنه من الأحزاب السياسية الأوائل منذ الأربع عينيات اللي كان يضم في الدوان كعضوات الدوان السياسي سيدات من انطلاق من حزب تقدم الشراكة كان ظهور الجمعية الديمقراطية الجمعية المغربية لنساء الديمقراطيات وساهم فيها مناضلات الحزب ورافقات من الحزب على أنها تقدم واحد الحراك النسائي في المغرب والذي وصلنا به والدعم بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية ودائما هو مدافع مدافع لماذا؟ لأنه ينظر على أن التحقيق التنمية لا بد من إشراك الرجل والمرأة على قدم المساواة ولدينا حتى في المشروع المجتمعي للحزب وهو مشروع ديمقراطي وحداثي لا بد من إشراك المرأة ومدافع شارس عن حقوق المرأة حتى في الحكومة ودائما في التصريحات وفي العمل للحكومة على أن الحزب بتوافق حتى المرجعية بسبب الحزب العدالة والتنمية ولهذا أنا أظن بالممارسة وهذا دائما نبحث عن الوصفة السحرية والملائمة حتى الهاجز لا تكون لدينا انتكاسة إلا وصلنا إليه من تطور حقوق المرأة ونحن نعمل ونسع هل سنجد بصمة لليسار في هيئة المناصفة الخاصة بالمرأة فعل والأكيد على أن اليوم على أنه بالمدة الأسبوعين عندما عرض مشروع القانون التنظيم 79-14 متعلق بتحداث هيئة الإنصف ومكافحة كل أشكال التميز والتي تم التنصيص عليها في الدستور من خلال مدة 19 والمدة 164 هو غير بالنسبة لأخت عائشة الدوهية في الملاحظات التي أعطت حول الهيئة على أن لن تتم مشاركة أنا أقول لك على أن تمت إشراك للمجتمع المدني وتم إشراك الأحزاب السياسية وتم تأسيس لجنة علمية لإستقبل الإشراك كان فعلا ولكن من خلال الخطة ومن خلال بياناتها لم تتضم الأراء ولم تتسوي بجميع الأراء لأن المشاركة كانت تتقائية من أن نتكلم عن مقاربة تشاركية كل ما تطمحينا إلى لا يمكن أن تجد ما تناضلين وما تؤمنين به مئة في المئة هناك إجماع هناك إجماع من خلال مؤسسات من خلال أحزاب هناك أراء محافظة وفيه هناك بيان لا يعاب نحن في التطوير هو المشروع هو المشروع الآن في طور المصادقة والحكومة في البيان أثرت على أنه يجب مازال هناك أن يضم مجموعة من الملاحظات المجتمع المدني وملاحظات الفاعل السياسية هناك الأحزاب السياسية تم إدراجه نطالع يعني نطالع أنا دائما دائما أترك شغوف للأحسن لا يعاب على الحركات النسائية أن اختزال مطالب النساء تم في الاستجابة لما نصت عليه المواثق الدولية لي أسف وهذا بالنسبة ليسجل هذه الملاحظة وأقول وما يعاب على الحركات النسائية أنها اختزلت في الوقت اليوم مطالب النساء تريد الديمقراطية وأنا سمحولي دائما لا يتكلم عن الخصوصية النساء بالنسبة عن هذه المطالب اللي عند الحركات النسائية ربما النساء هم مواكبين و لكن النساء inherently مطالبهم بسيطة وإن كانت عميقات بغاية الصورة النساء بغاية الديمقراطية و right now بالنسبة على الحركات النسائية حين تختزل مطالب النساء في الاستجابة المواثق الدولية بالنسبة أن اليوم أصبحت الحركات النسائية تكلم من برج عاجل جدا و لا بد لا بد أن تتواضع حركات النساء اليوم نحن عندنا في البرلمان السيدات يشتغلنا في الليجان إلى أوقات متأخر جدا هذه الأمور لا يصنب ولكن لا بد أن تنقى لا تنقى الفكرتين تنقى أضايا النسائية عن صراعات الفكرية والسياسية فاطمة وأنتم في حزب تبيحات دستوري ما هي الإجراءات المسائل التي تعدلوا تجذبوا عندكم النساء وتخلوهم ينضموا عندكم ويجعلهم حتى يشاركوا يرقوا روصهم داخل الحزب أولا وقبل كل شيء البساطة نطمح للبساطة من عم قولهم ولا نعقدونهم المسائل نعطوهم المسائل ببساطة أنتم ما تطلبوش بغيتو الثانيا تفعيلهم في المجتمع عندكم دور عندكم دور وأنتم ماكم حسات به يعني يالتكم تدخلوا ذا المجال وتعرفوا حقوقكم وواجباتكم وتعرفوا دوركم في المجتمع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ما تتموا من غالقات اللي على البيت ودوركم في البيت فقط انفاتحوا على العالم شوفوا الدول الثانية شوفوا أخواتكم في جميع المجالات محقات أهداف ومحقات طموحات ثابتات ذواتكم يعني موجودات شكرا تتمي فكرتك والذي سؤال الوقت 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 الضاهم الوقت الضاهم أنا بالنسبة لما أعطيتنا حصة في الكلام سأعطيك بالنسبة نحن على مشارف برنامج انتخابي حقيقة كبير جدا من حيث ترسانا القانون اللي خاص ويتم النظر فيه وأيضا من حيث المشاركة في انتخابات الجماعية والجهوية وأيضا المهنية ما هي الأمور والعدة التي أعددتم لها لكي يمواجه هذا الاستحقاق القادم أول شيء هو توحيد الرؤية بعد مادم كانت تكلم عن المشاركة السياسية المرأة خاصة بعد تحديد أن هذه الرؤية موحدة حول إسهام يعني إسهام سياسي بالنسبة للنساء هذه بعد هذه الرؤية غير موحدة فستتجاذبنا صراعات ونقاشات لا تصدف المصلحة ما نريد به هذا من جهة من جهة أخرى وهي أن أغلبية صامتة خاصة من النساء في المجتمع المحلي تريد من يوصل صوتها ولن يصل صوتها دون أن تكون هي نقطة أو رقم ضمن المعادلة طبعا رقم صعبا ولسى فباقي الأرقام العدة التي تكلمتم عنها أنا كما قلت في البداية لا بد أن تستجيب الأحزاب لتأطيل المواطنين وتأهيلهم خاصة النساء اليوم ما يعاب على الأحزاب في الصحراء النساء تشتغل من أجل تعبئة للانتخابات النساء تشتغل من أجل فتح دكاك الانتخابي النساء تعبئن من أجل الرصد للأصوات ولكن هل أهيلت هؤلاء النساء وتم تكوينهن لأن يكوننا في مستوى القيادة والتدبير الشئ المحلي والشئ المعالي العام هذا الأمر لا زال متجاوزا ولازال الأسف لم تعيه بعض العقليات سيدتي لدينا أربع دقائق أتكلم بخلاصة الرهان اليوم على أن تتوحد الجهود من أجل إفراز نخبة سياسية نسائية قادرة أن تحقق الديمقراطية لن تتحقق هذه الديمقراطية دون إشراك فعلي لنساء الضروري أن نرجع لنقطتين بعجالة وأولا المشاركة كما قالت الأخت من الغزال بأن قالت كان مشاركة أنا لم أتحدث عن المشاركة المشاركة حاصلة ولكن أتحدث عن مشروع القانون بحد ذاته لم يأخذ بجميع الآراء وهذا هو اتفاق بين جمعيات المجتمع المدني التي كانت حاضرة وبين المؤسسات الوطنية النقطة الأخرى حول أن قالت الأخت أو الزميلة خديجة أبلادي بأن هناك ارتباط قوي مع الحركات النسائية بالمكتسبات الحقوقية أو بالاتفاقية الدولية في الاتفاقية الدولية نحن لا نصنع عليها كنت نصعلي بالدرجة الأولى على حقوق الإنسان وعلى حقوق المرأة وهذه الأشياء كلها من أجل ضمان ديمقراطي يعني لا هناك تعارض آخر نقطة أقول بأننا كنيسة أكيد ولكن كنيسة نحن لا نختلف على القضايا الكبرى نحن لدينا من الكفاء ومن الليظان ومن الإحساس والالتزام بالمسؤولية والأخلاق بأننا قادرات على البحث والعمل بجد في صالح العام شكرا جزيلا كنيسة أمينو رزال الكلمة أخيرة الكلمة أخيرة أظن على أن المحور الأخير الذي تحدثت عنه الاستعدادات لانتخابات الجامعية ونحن الآن يعني في المقبلين على الانتخابات مجالس الجامعات الترابية ولدينا مثلا يعني أريد أن نتحدث عن الجديد الذي أتى به القانون التنظيمي 59-11 والذي نص على أنه في انتخاب مجالس الجهة أعطى حصة 30% من المقاعد المخصصة لكل جهة للنساء هذا إنجاز يحسب الحكومة ووضع القوانين بصفة عامة إذن ولكن ما أتمنى لكي أختم على أن هذه النساء والا هذه القوطة التي سوف نحظى بها في الانتخابات مجالس الجامع أن تكون فيها كفاءات مهمة لكي تساهم في تسيير المجالس وتقلي بصوتها وتساهم في سرع القرار ولا أن تكون كالأصوات ولا أعمم بعض الأصوات في مجموعة بعض الأعضاء الذين تمكنوا من القوطة الأخيرة أصبحوا مكملين العدد للتصويت على الحساب الإداري نحن لا نريد مشاركة سياسية المرأة لتصويتها على الحساب الإداري ما أنتقل الأنسة فاطمة بن عاش في كلمة الأخيرة أنا أنتتكلم عن المرأة الصحراوية لأنها تشجع وتنخارب في الأحزاب لكي تثبت وجودها واتحقق أهدافها وأحلامها إن شاء الله شكراً لكي أختم لكي أختم على أنه لما أحدثت وزارة الداخلية صندوق تمثيليا للمرأة في المشهد السياسي هذا الصندوق الآن يشتغل بمقاربة جديدة من أجل دعم مشاركة سياسية للنساء الأصل في الموضوع هو أن تنخارط الأحزاب في تأطير النساء أيضا في الصحراء عندي مطلبين رئيسيين نطالب بصوت النساء بالديمقراطية والتنمية لكي تحقق هذا الأمر لا بد أن تكون الحكامة الجيدة على مستوى الحزبي الحكامة الجيدة على مستوى العمل السياسي وهذا سيكون واجهة جديدة ليغير الصورة النمطية التي يراد أن تكون المرأة مجرد مؤثثة للمشاهد السياسي شكرا جزيلا لا يستعين بهذه المناسبة إلا أن أشكر السيدة عيشة دويهي عن حزب العصالة والمعاصرة شكرا جزيلا وأيضا نشكر الأنسة أميرة الغزل عن حزب التقدم والاشتراك شكرا جزيلا وأيضا نشكر الأنسة فاطمة وابو نعاج عن حزب الاتحاد السوري شكرا جزيلا وأخيرا نشكر السيدة أفرادي خديجة عن حزب العدلة والتنمية شكرا جزيلا لك مشاهدي الأعزاء هذا الموضوع ذو شجون ويستدعي الكثير من النقاش وكثير من الوقت فتحنا هذه النافذة على أساس أن نفتح نوافذة أخرى متعلقة بموضوع المرأة في القادم من الأيام استودعكم الله وإلى اللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة